لماذا تذرف الدموع يعني الآن بهذه الطريقة شو اللي أكثر شيء أثر فيك اليوم ضمن كل هذا المشهد العراقي المهيم ذكرت الشباب والله ذكرت الشباب وذكرت منظر أبائهم وأمهاتهم يعني اليوم جاني منظر أب يكلم ولده قال له يا الله يا ابني يعني ظليت طبعاً تعرف هؤلاء الشباب اللي استشهدوا كلهم شباب بعمر الورد يعني حتى ليسوا رجالاً يعني فقال له يا ابني والله يعني ظليت تشرب سيجارة من ورى ظهري يا الله وهي السيجارة يا ابني اشربها هالك ولع السيجارة من بقه حطها على القبر قال له اشربها يعني شربها ظليت منفسك ما شربتها قدامي اشربها والله منظر الأم ابنها قال له يا حجة خلاص يعني يمكن يفتح عينه يمكن يفتح عينه بل كيف يفتح فيعني مناظر من هذه وقصص من هذه وشعب يعني يذهلك يذهلك وأنا اللي كنت أتصور وكثير معراقين أنه إحنا متنا إحنا شعب مات ويرادنا فتح حوالي مئة سنة أخرى حتى نستيقظ وإن شاء الله أولادي أو أولاد أولادي سيفون الاستيقاظ وإذا الله يكتب لنا عمر ونشوف الاستيقاظ في حياتنا شوف الاستيقاظ في حياتنا نشوف شباب لا راح مدرسة ولا شاف ولا سمع بالوطنية ولا درسها ولا إلى آخره عاش طول عمره بأقدر بيئة بأقدر نظام بأقدر مفاهيم بكل شيء حطه في باله أنك أنت شيع وتكره السني وأنك أنت سني وتكره الشيع وأنك أنت عربي وتكره كردي وكردي وتكره عربي كل هذا كل هذا السم اللي رضعه طوال حياته وبعدين يطلع بهذا الشكل ابن التكتك وينتصر على كل هذا السم أي محجزة وإحنا بعد في الغربة الحمد لله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة